تتميز الأجواء الرمضانية في الدول العربية والإسلامية بمظاهر وعادات يختص بها الشهر الفضيل وفي مصر التي تتميز بهذه الأجواء يحرص أهالي حي المطرية شرق القاهرة في كل عام على تنظيم أكبر مائدة إفطار المزيد في سياق تقرير مراسلنا من القاهرة وسط أجواء رمضانية مبهجة وللعام العاشر على التوالي واصل أهالي حي المطرية شرق القاهرة إحياء هذه الأجواء بتنظيم أكبر مائدة إفطار في مصر جمعت حولها آلاف الصائمين وأكد منظموها قبل أذان المغرب أنهم أتموا الاستعدادات طوال ساعات لإسعاد الناس استعداداتنا نحن بدأنا شهر لسمنا المنطقة كلها بيضنار لسمنا كل المناطق شغل جرافتي مصورين في مجموعة من المرسمين اجتمع أنهم يلونوا ويرسموا المنطقة عملنا شكل جميل للمنطقة والأهل المنطقة أنهم تبدأ ذكرى لهم تفضل طول السنة وتجولنا داخل الشوارع الرئيسية لمائدة الإفطار في حي المطرية الشعبي وشوارعها المتفرعة وسط أجواء من الفرحة وتجهيزات على قدم وساقة وحضر الآلاف من الناس وبعض الشخصيات والرموز ومنها وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم التي استقبلها الجميع بحفاوة وبادلتهم ذلك بكل حب ودخلنا أحد البيوت التي تعد الوجبات والأكلات وتحدثت إلينا إحدى السيدات عن انطباعها وما قامت به نعمل أكلات يعني ستات البيوت بتعمل المحيشي والشفات متطوعين بيعملوا المشاوي والرز البسماتي والسلطات في حد بيعمل العصاير شأنها شأن الرجال القائمين على إعداد الوجبات ورئيس الطهاة المنظم لرفاقه السنة دي مختلفة عن كل سنة يعني أنا السنة اللي فاتت كان سبع تلاف شخص السنة دي عشر تلاف محضرين للمتارين بتاعهم عاملين 550 كيلو روز وعملين تن ومية يعني ألف كيلو ومية شيش لا فراغ غير القفتة غير الطواجن غير المشاوي غير المحاشي فالموضوع السنة دي كبير قوي بس الحمد لله في تنظيم السنة دي عن أي سنة أكبر مائدة بتتعمل في مصر كلها النهاردة احنا في المطارية في عزبة حمادة جايين كلنا بنساعد وبنكمل بعضنا بنكمل بعض بنبدأ نعمل الرزاز والمشويات والسلطات والحلويات ومع كل هذه الأجواء الجميلة بنفحات شهر رمضان كانت انطباعات المواطنين المعبرة عن هذا اليوم النهاردة يوم جميل بيتقرب بقاله عشر سنين اليوم دوت أنا بشكر فيه أهالي وشباب وسيدات عزبة حمادة وأهالي المطارية جميعا على كل اللي بيعملوه في أن يطلعوا يوم بهذا الشكل الجميل يوم جميل ومعنا لذيذ وأول مرة في حياتي بصراحة وإن شاء الله بش آخر مرة شعار شغل شعار شعار حلو كثير شعار شعار يعني ما شاء الله جو جميل ويوم جميل ويوم عالمي المصر بحالها الله أكبر عليه وشباب مصر وشباب المطارية كلها الله أكبر عليه ومع أذان المغرب كانت الفرحة والسعادة بالدعوات بكل الخير لبلادنا وعشنا وقتا جميلا مع أجواء احتفالات الشباب وأهل الحي في شوارع المائدة مع أصوات السماعات تصدح بالأغاني الرمضانية الشعبية الشهيرة بينما أطلت السيدات من الشرفات من أجل مشاهدة الاحتفالية التي شاركت العائلات بمختلف الأعمار في تحضيرها بالأنوار وزينة رمضان مائدة شهر رمضان الكريم في حي المطرية الشعبية بالقاهرة تتجلى فيها معاني الشهر الكريم من التراحم والمحبة والتعاون والتكافل كل عام وأنتم بخير شكرا عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة شكرا عبد الحميد لترجمة نانسي قنقر شكرا عبد الحميد لترجمة نانسي قنقر شكرا عبد الحميد من الترجمة نانسي قنقر